موسيقى احبائي سعد سباحكم السباح الورد سباح النور عليكم أتمنى يقيكم هذا الاوديو في وقات سعيدة كنت جميلة 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 كانت جميلة آديو اليوم لم أجد العنوان يجمع الشي اللي حابة نقوله في الأخير اخترت له عنوان أول سؤال لأن في هذا الأوديو مثل ما تعودت نعمل مؤخرا هو أوديو تطبيقي رح نعمل فيه الفرق ما بين أفكارنا نحنا أو عقلنا نحنا أنه هذا سؤال جني من خليد من المغرب خليد مش خالد خليد فكما قلت اليوم رح نجاوب على بعض الأسئلة اللي طرحوا هالي كذلك بعض الناس ولكن بصور مختلفة ولكن على رأسهم من حدد ووضح هو خليد من المغرب اللي أتمنى إن شاء الله أنه يسمع أوديو اليوم لأنه هو ألحى كثيرا عليها السؤال الأول هو وكيف أفرق آه قبل ما ننسى بالنسبة للجروب أنا حذفتو يعني أرشفتو أرشفتو مازال ما حذفتوش ولكن راني معاولة نحذفو ما نعرف شوش نعمل في المستقبل ولكن نشوف على حساب على حساب الظروف وحساب طاقتي بسبب الناس يسألوني كيفاش نحذف كيف أحذفو مجموعة فيها عشرين ألف نجاوبكم وقلكم أنا نقدر نحذف مجموعة فيها عشرين مليون شخص مهم من إيش لأن الفضاء هذاك أنا فتحته لما أسميته أنا بأشخاص أو نيس عندهم وعي مرتفع يعتبروا أنفسهم من توائم الروح أو توائم الشعلا على أساس أنهم يتبادلوا الحديث يفرغوا طاقاتهم مع بعض سوري إحنا يتبادلوا نقاشات هادفة نقاشات مفيدة يسجلوا في الأكاش الأكوني تجاربهم هم لكن للأسف هذا الشيء لم يحدث يعني وجدت أن أنا ما كنتش ندخل للجروب للأسف شديد هذا كذلك تقصير مني ولكن الله غالب يعني أنا ما قدرش نعمل كل شيء نقدرشنا أن نوفق بين كل هذا بين كل هذا الأكاشات أو الإهتمامات في مثل مقتكم أنا فتحته حتى يكون فضاءا مريحا للناس تتبادلوا فيه حوارات مفيدة وتسجل في الأكاش الكوني شيئا من الحب أما إذا تحول الجروب إلى مسرح للمعارك وللسب والشتفة لا مش رح يبقى في الوجود أكيد رح نحذفه فقط حتى تعرفوا أنا آسفة للناس الجميلة اللي كانت متواجدة فيه اللي كانت تكتب فيه اللي كان عندها صدقات وكونوا صدقات في الكثير من الناس اللي التقت من خلال الجروب أصبحوا أصدقاء جيدين وهذا جيد من بين النتائج الإيجابية للجروب مع ذلك الجروب كان فيه الكثير من الأشياء السلبية وكما اقتركم أنا أرشفته لأني ما عرفتك يعني ما عرفتك باش نحذفه ولكن هجي الوقت نعطيه وقت ونحذفه طيب وكي يوم بابا سي للأسئلة اللي قالهم لي خالد خليد سؤال الأول قال لي كيف أفرق بين عقلي وأفكاري أنا واتصال أو تخاطر من توأمتي كيف نعملو الفرق ما بين المونطال اللي عندنا نحنا و من شخص آخر سؤال الثاني هو لما أحلم بها من عاشد نقدر نجاوب على كل هذه الأسئلة ولكن رح نحاول نجاوب اليوم ونبعا نكمل الأسئلة الأخرى لكن جمعت الأسئلة في هذا الأوديو لما أحلم بها كيف أعلم إذا كان هذا إنتاج عقل الباطل كما قال هو ثمرة ثمرة عقل الباطل أم هناك اتصال منها أو نداء رحي منها سؤال الثالث كيف أفرق بين التخاطر العقلي والتدخل العقلي النفسي للنرجسي أو النرجسية على اعتبار بين قوسين حتى لهذه الجملة أن توأمتي أشك أنها نرجسية بلما نعطي لكم الزوت يعني نعطي لكم بلما نعطي لكم الرسائل الأخرى أو الشيء الأخر اللي قالوا لخالد ولكن هذا يكفي أنه يقول لي أنه خالد داخل في حالة شك يشك في أن توأمته شخصية نرجسية وليست توأم كما يعتقد داكو طيب إذن هذه الأسئلة لاحظوا معايا قبل ما تبدأوا الأوديو هذه الأسئلة تنطبق على الناس الكل كل الناس اللي مفكرين اللي مفكرين اللي معتقدين أنهم في علاقة روحية ويتساءلون في نفس الوقت إذا كان شاركهم نرجسي حسنا وبين قوسين هنا كذلك راح نعمل كذلك أوديوهات أخرى للتمييز بين أنواع النرجسي يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله راح نزيد نزل لكم كابسولات جديدة حول أنواع أخرى من النرجسي فما تخافوش هناك الكثير من الأنواع المختافية المتخفية اللي الناس ما تعرفهاش ولكن أنا راح نجيبهم لكم كلهم في كابسولات صغيرة جدا يعني ثمانية عشر دقائق ماكسيما نقول لكم صفات فلان كيف تكون حبيت نبدأ بهذا الأوديو كما قلتكم استجابة لأسئلة الناس ولكن نحن نرجع نكمل ما تخافوش يعني فقلت هذا الأوديو إذن لكل الناس ينفكرين أنه في علاقة روحية ويتساءلوا في نفس الوقت إذا كان شريكهم نرجسي وكل الناس اللي يتساءلوا هل التواصل معي أو التواصل يحدث معي حقيقة حقيقة أم وهم من عقلي دقاء أولا العلاقة الروحية نذكركم يعني معناها بالنسبة لي أنا يعني أنا الأوديوهات الموجودة أولا أنا ما نشوف حتى حتى على اليوتيوب اللي تكلم على علاقة الروحية ليس إنقاصا من شأنهم لا أبدا أبدا لأنه أولا ما عنديش الوقت حتى نتعرف على أراء الآخري ثانيا أنا أعتقد أعتقد بأن طاقتي أنا كشخص بوحدها كافية أن تعرف كل شي أنا عندي أجستغو وليس فخرا بنفسي بين قوسين فقط نقول لكم كيف نشوف الأمور عندي أجستور دو بونسي وعندي من العلم ما يكفيني أني نفهم الأمور بصورة منطقية كارتزيان دون الدخول في الدجل دون الدخول في الشعوذة ودون الدخول في المهاترات اللي ما تفيد ما تفيدش طاقتي ولا طاقتي الشخص اللي مقابلني فلذيك أوديو اليوم كما قلت لكم محدد باين وهو حيعطيكم نحن نعطيكم علامتين أو ثلاثة ما متفكروش بعدهم متفكروش بعدهم مش رح ندخلكم في حالة في حالة يعني شوشرة عقلية بالنسبة لي العلاقة الروحية العلاقة الروحية دكا مهما كان نوعها نقص شوية الموسيقى العلاقة الروحية بالنسبة لي معناها نفس الذبذبة نفس المستوى الروحي نفس الصحوات الروحية نفس المسار الروحي كنقول نفس يعني تشابهات كثيرة تشابهات كثيرة بين الشخصين مش من حيث الرقم كي نقول المسار الروحي مش من حيث الرقم ما نقصدش حداش مع حداش ولا ثمانية مع ثمانية ولا سبعة مع سبعة لا نقصد من حيث الأشياء والمواقف اللي عشتوها بحياتكم ومع بعض انتي على حدة وهو على حدة داكو نقصد كذلك تشابهات من حيث الجراح الطفولية رغم اختلافها رغم اختلافها هناك تشابه في الاثر التي تترك هذه الجراحة على الروح وتتركها على النفس ويؤدي ذلك الى صعود يعيش بها الانسان طول حياته ونحكي تلكم عليها باستفاضة واتمنى من كل قلبي انكم تسمعوا هذه الأوديوات وتفهموها فهما دقيقا بالنسبة للناس اللي اتبعني ما يهمني شنى ناس اخرى يهمني الناس اللي لحقت معاي الى مستوى من الوعي وانا فخورة بهم ويكتبوا لي ميساجات ويقولوا لي درجة التغير اللي وصلوا لها اما الناس اللي كانت تكتب لي عندي تعليقات فارغة وهي متعلقة بشركائها تعلق معرضي وشركائها في الكثير من الاحيان هما نرجسيين وهم متعلقين وقاعدين يتابعوا فيهم ويراقبوا فيهم هذوك ما يعنوا لي اي شيء بالنسبة لها نازم تفهموا لانه ما نعرفش ان الطاقة السائدة هذه الأيام هي طاقة شوشرة وين العقل البشري ولا ضيق ولا يشوف كان في جهة واحدة او كان في مثار واحد افتحوا عقولكم وفكروا بصورة كاختازيان صورة منطقية تحليلية استنتاجية وخرجوا من طاقتكم الطاقات الدخيلة لازم تعيشوا بطاقتكم انتو تعيشوا بطاقتك انت ما تحتاجش الكوتش في علاقة ما تحتاجش الشخص يجي يقول لك علاقتك ما هي تحتاج الواحد يعطي لك في العلاقات الصعبة العلاقة مع النرجسي هي علاقة صعبة علاقة صعبة متقدرش تكتشفها اذا كنت تتحبوه تقدر تعيش معه الكثير من السنوات وما تعرفش عنه نرجسي لأنه يتخفى هو يتخفى يتلون على حسابك تكون مليح معه تكون مليح معك تنتفض عليه يعمل لك لعبة يعود رجالك طيب قلت العلاقة روحية كذلك بالنسبة لي هي نفس البصمة الطاقية نفس البصمة الطاقية رغم اختلاف القطبين يين يانك او حتى كانوا طاقتين مع بعض يين يين ولكن هناك نفس البصمة الطاقية طيب ليسمع الأوديو اليوم شاف انه فيه تصرفات غريبة فيها لعب فيها استهتار بمشاعره فيها مناورة فيها نوع من النرجسية من شريكه وإلا ما يدخش يسمعني يعني ما السبب اللي يخليك خلى الأنوان هذي يلتاقط ذهنك أو تلتاقطيه انسي بطاقتك لأنك عندك شك في أنه شريكك نرجسي فهنا اليوم رح نعطيك بعض النقاط اللي لازم تلاحظوها ولازم تقيموها بواعيكم المراقب بواعيكم وطاقتكم المراقبة مش بكلام الآخرين يينك انت اللي عايش العلاقة مش أنا مش أي شخص آخر انت اللي عايشتها انت تحكم عليها فإذا تشوفوا هذا النقاط وتلاحظوها حتى تخرجوا من الشك إلى النور تخرجوا من القيد إلى الحرية من بين أهم لازم تعرفوا من بين أهم استراتيجيات النرجسية أنه يتلون يتلون معناه ينتجوا سلوكات شبيهة بك أنت شبيهة بك أنت شبيهة بمن يريد أن ين بمن يريد أن يمسكه هو هو لما يلتقي بوحدة فرضوا أنه راجل يرغم أنه مشكلة الرجال النرجسيين بين قوسين لازم تعرفوا لما نقول هذا الأوديو مش معنى أي رجل أعمل لك شي تقولي عليه نرجسي لا نقصد النرجسي اللي ما يتعطفش النرجسي اللي ما نقصد 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 النرجسي متأكد نقصد فهو يعمل يمثل عليك الحب يعمل عليك بعض أدوار الحب ولكن نذكركم النرجسي لا يحب هو مجرد دار فارغة باردة ميتة فيهش حياة فيهش دفق حتى مش مبنية يعني دار مش مبنية على أساس مجرد بيت مظلم دايما نذكر ذو الجمل هذه النرجسي مجرد بيت أجوف فارغ ما فيه ولا شي بالنسبة للناس اللي تحاول قالوا لكين بعض البنات قالوا لي نحاول نصلحهم نصلحهم يعني بالنسبة للناس اللي تحاول إصلاحهم للأسف أنا أقولها لكم ورحنا نكررها ونكررها ونكررها رح تدخل في أذانكم لا يمكنه إصلاحه النرجسي لماذا تقولي لي لأن دماغه خلاص تجمد تبرمج على السلوكات النرجسية مش رح تقدري تغيري في أي حال من الأحوال طيب تقولي لي ما هو الحل معهم الحل اللي كنتي مرته من زوجة به هو أنك تحجمي شره نقصي من شره ورح نعملك أوديو كيف يمكنه الحد من الشرانية اللي عند النرجسي ولو لو فيه نجاح مع النرجسي في إصلاحه يعني كانت الناس اللي مش تغل تشتغل في علم النفس كانت أصلحت كانت قدرت تصلحه لكنها لم تصلح مك وكانوا الناس كذلك كل الخبراء على اختلافهم يعني فعلا مع الطاقة أو ما شابه كانوا قدروا يصلحه لكنه هو نفس بشرية مشوهه منذ الطفولة وما تتصلحش وأنا عندي يعني رأي آخر لما زيدوا الطلاف الوعي اللي احنا أعطيهه لكم على النرجسي عندي رأي يعني لا يمكن أن نفسحه عنه الآن حتى نتحدث على لأنه فيما بعد رح عندي برنامج شراسي أني نعملكم برغرام أو حلقات عن الاتصال الروحي الاتصال الروحي مش بالناس بأنفسنا نحنا برواحنا نحنا فإذا نعاود حتى نكمل هذا الجزء الأول لأنه لازم عليه نبدأ جزء ثاني منحبش الفيديوهات تكون طويلة إذا نعاود النرجسي بعد عليه قدر المستطاع بعد السماء عن الأرض رح نكمل في جزء ثاني أحبائي سامحوني ما منحبش الأوديوهات تكون طويلة حتى يتم رفعها بسرعة على اليوتيوب سلام سلام سلام